وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملة الأمنية حيث أسفرت خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية يأتي ذلك في إطار استراتيجيات وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 49871 قضية تامونية متنوعة من بينها 267 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 47216 استوانة وضبط 232 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت مليونين وخمسمائة وتسعة وعشرين ألفا وأربعمائة لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 800 قضية استلاء على الدعم بمضبطات بلغت أكثر من 1526 طن سلع مدعمة وضبط 31 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت ما يزيد على 1036 طن كما تم ضبط 13 ألفا وتسع عشر قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع بمضبطات قربت 2321 ونصف طن سلع غزائية وغير غزائية كما تم ضبط 19 ألفا وتسعمائة وسمان وسبعين مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من 735 طن إضافة إلى ضبط 12 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبطات قربت 154 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر أربعة ملايين ومئة وتسعة وستين ألف وتسعمائة وإحدى وتسعين مخالفة مرورية متنوعة من بينها مليون ومائتان وسمانية وسلسون ألفا وتسعمائة وأربع وسلسون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16 ألفا ومائتين وستين من قائد المركبات تبين إيجابية عدد سبعمائة وتسعة وخمسين سائقا منهم كما تم المرور على ألف وسبع وثلسين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد ستمائة وسبعة عشر من سائق حافلات المدارس وتبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص ستمائة وسمان وثلسين مركبة وتبين مخالفة تسع عشر مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع ألف وخمسمائة وسلاس سيارة ومائتين واسنتين وعشرين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط واحد واربعين ألفا وسلاس وتسعين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط أربعة ألاف وتسعمائة وسلاس وستين مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط ستة ألاف وسلاسمائة وست واربعين مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط أربعة عشر ألفا وأربعمائة وإحدى وسمانين مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط خمسة عشر ألفا ومائتين وثلاس وستين مخالفة ملصقات وضبط مائة واثنين وثمانين محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر سلاسمائة وخمسة وسبعين ألفا وستمائة وسبع وخمسين قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت سلاسمائة وعشرين مليون ومائة وستة وثلاثين ألفا وسبعمائة وسمانية وسبعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر ألف ومائتين وإحدى وتسعين قضية من بينها ستمائة واثنتان وستون قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط ستمائة وتسع وعشرين قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر مائة وسبع وعشرين قضية بقيمة مالية بلغت مائتين وسبعة وسبعين مليون وستمائة وستة وثلاثين ألفا وثلاثمائة جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ثمانية ألاف وخمسة قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من أحد عشر مليار واربعمائة وخمسة وعشرين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة خمسة وعشرين بليون وثمانمائة وتسعة وعشرين ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين مليونيها موسيقى